نشر قناة الموصلية وكواد القناة الموصلية بحضورها المقر مديرة مرور محافظة نينوى وأشكر حضوركم بخصوص الحواثة المرورية تم قبل عيد أضحى المبارك تم إعداد خطة كاملة متكاملة بخصوص توزيع القوة لمحافظة نينوى المقر والطرق الخارجية أيضا وفعلا كانت الالتزام تقريبا 90% من أخوة المواطنية أهالي محافظة نينوى بالإشارة الضوئية وضوابة السير والحقيقة لا يوجد حادث مروري واضح جدا بمحافظة نينوى إلا عدد قليل جدا يتراوح بين 4 إلى 5 حواث مرورية نتيجة اتزام الأخوة المواطنين بضوابة السير أيضا أحب أن نوجه أخوة المواطنية أهالي محافظة نينوى بقانون المرور الجديد واللي يقر من قبل مجلس النواب العراقي وجلسة المنعقدة بتاريخ 5 خمسة 2019 عن قانون المرور الجديد والبالغة خمسين مادة تنوعت ما بين الحبس والغرامة بحسب نوع المخالفة وضررها أول شيء يعاقب بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار كل من يرتكب الأفعال التالي أولا عدم الامتثال لإشارة رجل المرور أو الإشارة الضوئية اثنين قيادة المركبة بإهمال ورعونة ثلاثة قيادة المركبة بسرعة تزيد عن المقرر قانونا أربعة السير عكسي تجاه السير يعني باتجاه يعني رونسايد خمسة الستائر أو الزجاج المضلل ستة قيادة المركبة بدون لوحات تسجيل هاي بخصوص الفقرة أولى فقرة اثنين يعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار كل من يرتكب الأفعال التالية أولا عدم تغطية الحمولة لمركبات الحمل كافة يعني مركبة حمل ما يغطي مثل الرمل والحصو وكذا إلى آخرين اثنين تجاوز الارتفاع المقرر للحمولة ثلاثة عدم التوقف عند الخروج من الطريق الفرعي إلى الطريق السريع أربع مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة من مدية المرورة العامة هاي من الإطفاءية ما إطفاءية لآخرين فقرة ثلاثة يعاقب بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار كل من يرتكب الأفعال التالية أولا قيادة المركبة بإجازة السوق غير مرخصة بالنوع المركبة مثلا هو إجازة خصوصي سوق سيارة حمل نعم نعم اثنين استعمال الضوء العالي والبراجكتورات الإضافية ثلاثة عدم تجديد إجازة السوق أربعة الوقوف في محل ممنوع خمسة استعمال جهاز الهورن الهوائي تعرف الهورن الهوائي يعني مو الهورن العادي ستة مخالفة العلامات الشاخصة والأرضية رابعا يعاقب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة مالية لا تزيد عن مليون دينار أو بكل العقوبتين كل من أحدث أذى أو عاها مستديمة بسبب قيادة المركبة دون مراعاة القوانين والأنظمة فقر القبل الأخيرة يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد عن مليون دينار أو بكل العقوبتين كل من قاد مركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أخيرا يعاقب الحمس مدلا تزيد عن ثلاث سنوات كل من اعتذى على رجل المرور